السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده هنحاول نتكلم فيه عن جديدة من اللي ممكن نستخدمهم في اه احنا طبعا كنتكلمنا على حاجة زي والتي بوت وكزا فلقيت مقال زريف كده موجود على ميديا كان بيتكلم عن بعض اللي ممكن تعملك ما بين او كل اللي موجودين عندك تقريبا في وعن طريق كتابة بسيط جدا يعني يعني كده تقدر تقارن ما بين كل اللي موجودة عندك. طبعا احنا عاملين فيديوهات مستقلة في اللايبيري اه او في بتاعتنا الخاصة شرحين فيها وشرحين فيها والتي بوت والماشين وانواع تانية. تمام? النوع الجديد بقى اللي انا لقيته ما كناش تكلمنا عليه. هو ليه صراحة ظريف يعني وفيه امكانات كويسة قوي حاجة اسمها تمام? اه اللايبيري دي ظريفة جدا يعني يعني فيها شوية امكانيات تقريبا مش موجودة في اي تاني. طيب ايه الامكانيات دي بشكل سريع يعني? اللي احنا عايزين نتكلم عليها هو طبعا مسلا حاجة زي هو بيحاول ينفذ المودلز اللي موجودة عندنا في كلها يعني. تمام? لكن مش بيعمل حاجة تانية تقريبا يعني مش هيعمل مش هيعمل مثلا مش هتقدر تطلع منه مثلا النتائج اللي موجود عندك. مش هتقدر تتحكم في اللي موجود عندك او مآسف اللي هي هو بيطلع معينة مش تقدر تغير فيها تمام? برضو لو انت عايز بقى تطلع مسلا تطلع اي بقى في الحاجات دي مش تقدر تطلع. في دي لا هتقدر تطلع الكلام ده كله. تمام? وهتلاقي فيه مزايا كويسة جدا موجودة عندك. هو طبعا هنا آآ بيحاول يلخص لك بعض المزايا اللي موجودة هو طبعا كاتب طبعا احنا هنشوف كمان شوية كده ميزة كمان موجودة فيه غير موضوع ده اللي هو بيدعم برضو خاصة بشركة تمام اللي هي دي بتصرع اداء اللي موجودة عندك تقريبا آآ تمانية وتلاتين ضعف. تمام? آآ طبعا انت في الاساس الموضوع ده مبني على يعني يعني اللي هي اللي موجودة عندنا اللي هي اسمها دي تمام? طبعا كتب لك آآ اكسبرمنت تراكنج كريات ماشين ليرننج ابليكيشن بلد دوكر ايميج آآ كريات ريست اي بي اي آآ جي بيو ساب بورت تمام? طبعا شغالها مع الويندوز ومع اللينكس وطبعا كتب لك الاصدارات اللي ممكن تشتغل عليها في البيسون لو عايز تنزلها بمنتهى البساطة لو عايز فهتكتب تمام لو عايز طبعا يفضل انت تنزل يعني عشان تبقى ضامن اللي انت تاخد كل المزايا اللي موجودة فيها هتكتب ببقى قسيم وربعين هتكتب له تمام? طبعا ممكن بعد ما تيجي تنفز الكلام ده طبعا على الجوجل آآ كلاب او على الجوبيتر تحتاج اللي انت تعمل في اول مرة يعني تمام? وفي بعض الاوقات بيطلع لك ارور في الجملة دي فبتحتاج بس تضيف علامة تعجب هنا في الاول. آآ بالنسبة للست اوب بتاع انت اللي هتحتاجه بس تقريبا يعني هو سطرين بالزبط اللي انت هتكتبهم وبعدك هتبدأ تستخدمها بمنتهى البساطة يعني تمام? فلو جينا نشوف مسلا ده مثال هنحاول دلوقتي نجربه عمل يعني ونشوفه هو هنا عمل من اللي كانت موجودة عنده برد داخل اللي الخاصة بالضايبتس او مرض السكر يعني تمام? وبعد كده آآ بتحد بقى طبعا هي اللي بنتكلم عليها دي بتشتغل مع حاجات كتيرة جدا يعني مشتغل مع ومشتغل مع وبتدعم برضو شغل تمام? وبتدعم يعني بتالي هو متكلم عن الحكاية دي هنا. آآ هي طبعا بيقول فيها عدد كبير من الخاصة بال والكلاسفيكيشن تمام? وطبعا بتعملها شغل وبتعملها 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 فيعني موجودة عندك مزايا آآ كتيرة جدا في تمام? وطبعا هو بيقول آآ هي برضو مع كزا من ضمنهم مثلا والتابليو والنايم وهكزا. طيب نحاول نشوف مثال بسيط انا مش عايز اطور انا عايز بس يعني ايه? نوصل اللي احنا ننفذ مثال ونشوف النتائج بتاعتها بقى شكلها عامل ازاي? آآ ده المسال موجود عندنا هو بس استدعى تمام? وبعد كده حددت بقى انت هتشتغل مسلا اهو تستدعي الخاصة بالكلاسفيكيشن ولا ولا عايز ايه بالزبط فقولنا تمام? آآ الامر الاساسي اللي موجود عندنا اللي احنا بنحاول نعمل ده بيحتاج بس والاوبوت اللي موجود عندك تمام? او الديتا اللي موجودة عندك والتارجت بتاعها فبالنسبة لنا الديتا بتاعتنا اللي هي والتارجت بتاعنا اللي هو بتاع الكولوم بتاع الكلاس فاريوبل. طيب نفترض انا عندي اي ديتا تانية بقى خلاص انا بيبقى عندي مسلا ايه متغير له اكس كابتل واي سمول اكس ده بالنسبة لي اللي هي البيانات المدخلة عندي والواي ده اللي هو التارجت فخلاص كنت اكتب له بدل ضيبة دي اكس كابتل وين واي سمول زي ما احنا بنعرفهم بقى يعني في الاول مسلا بقوله دي اف مسلا سي اس سي في آآ ريد مسلا للبيانات ديت وبعد كده بابدأ اقول له باخد له الكولوم بتاع 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 التارجت بتاعي ده في متغير اسم واي سمول والامبوت اللي موجود عندي بعد اما اعمل بتاع التارجت بتبقى اسمها اكس كابتل وخلاص بيقى موجود عندي هنا اكس كابتل وهنا كده انا خلصت الايه التعريف بتاعي تمام وبعد كده بقى نبدأ نعمل التجربة بتاعتنا طبعا هو هنا لو شغل على مسلا شغل على حاجة عادية مسلا على ولا حاجة او يعني فتحتاج اللي انت تستخدم تمام انا في الغالب عشان اراح دماغي من القصة دي باستخدم جوجل كولاب او باستخدم الجوبيتر تمام اللي احنا هنضيفه بس السطر الزيادة اللي انا هجي اقول له بتساوي هيبدأ هو يطلع لي النتائج بتاعتي بكل اللي تتخيلها والتي لا تتخيل تمام فيجاب لك الاكيورس الاي او سي الريكول الاف وون سكور الكابا ام سي سي ترينج ايه طاي تمام الكلام ده طبعا تقدر تتحكم في البرامترز اللي موجودة عندك ديت طيعت حاجات زيادة تنقص حاجات من اللي موجودة عندك تمام وزي ما قلت لكم كمان ممكن يعمل لنا رسومات طيب آآ النقطة التانية اللي كنت عايز اتكلم عليها زي ما قلت هو بيدعم بيدعم تمام وعشان تنفذ الكلام ده بس هتزود سطرة في الكود بتاعك اللي انت هتقوله او يعني تمام ده السطر الزيادة اللي انت هتزوده اللي انا هحاول اعمله في الفيديو دوت منتهى البساطة يعني اللي انا هحاول انافس كود مرة باستخدام ديت تمام ومرة بدون استخدام عشان اوريك ميزة الموضوع دوت وبيصرع الكود بتاعي بشكل عامل ازاي طبعا هو انت اللي كانوا عاملين فيديو بيتكلموا فيه على موضوع دوت هو بيقول تمام طبعا انت الكود ده ممكن تضيفه عادي بدون حتى دي بس دي بتوفر عليك اللي انت تدخل في تفاصيل كل نموذج لوحده تمام انت مجرد بس ان انت بتستدعيها بتلاقي كل النمازج بتشتغل معاك بشكل سريع جدا وزي ما قلنا بيصرع النمازج اللي موجودة عندنا بسرعة او بتبقى اسرع بنسبة تمانية وتلاتين اه في المية او تمانية وتلاتين ضعف الكود العادي يعني طيب نجرب كده ونشوف انا طبعا هنا فتحت الجوبيتر تمام كتبت الكود بشكل عادي طبعا كتبت في الاول بيبقى نستول باي كارت تمام خليها نعمل نقفع على الاولاني دوت طبعا هو بيطول شوية كده يعني في في التنفيذ طيب شوفوا كده خلص اه طبعا انا مجرد لما كتبتش كلمة ده فهو نزل النسخة وبعد كده نفس الكود اللي كنا بنتكلم عليه طبعا ان شاء الله بعد كده ممكن يكون في عندنا امثلة تانية باشكال مختلفة اه هنا برضو جبنا بتاعت تمام طبعا الداتا سيت دي لو فرضنا اللي انا كنت عايزه يستخدم يعني او عايز بتاعتي تنفذ على الجي بيو فكتت هزود بس داخل الامر بتاع مع الديتا ومع هقول له تمام طب هل لما اقول له الجملة دي كل النمازج بتاعتي بتاعت المشين هتنفذ على الجي بيو طبعا ده لا يعني هو في بعض النمازج عنده هتبقى مدعومة من الجي بيو فدي هنفذها على الجي بيو اه طبعا هو موضح القصة دي يعني هو هنا في الشرح في الجزء الخاص بالجي بيو موضح اللي فيه نمازج ممكن تشتغل مع الجي بيو بظروف معينة يعني اه اعتقد هنا فوق اه تمام فهتلاقي كتب لك ومديك امثلة لبعض اللي ممكن تشتغل على الجي بيو عشان تعمل الكلام ده زي ما قلنا انت بس بتضيف زي ما وجود عندنا على كده اللي انت بتروح جاي في الامر بتاعك وبتضيف بتساوي ولو عايز تنفذ الكلام ده مع موديل محدد مسلا زي فهتبدأ تكتب له وبعد كده هتقول له مسلا جي بيو آآ هست مسلا وطبعا لازم في الاول تكون منزل ايه الكودة آآ يعني بتكتب وبعد كده انا كودة آآ كودة تمام فبتنزلها عشان يبقى الجي بيو عندك متفاعل يعني وممكن تحتاج اللي انت هتعمل تمام الكلام ده دي برضو آآ بتساعد في تشغيل الجي بيو عندك وزي ما قلنا مش كل النماذج هتشتغل على الجي بيو بس طبعا هتفرق معك كتير في الصرعة انا ايه اللي هعمله دلوقتي ده الكود اللي موجود عندي تمام الكود ده ولا ولا انا استخدمت فيه الجي بيو ولا استخدمت فيه موضوع التسريع الخاص بانتل او اللايبيري الخاصة بالانتل آآ اكستنشن تمام فيه كود تاني اهو عندي تمام هتلاقي نفس الكلام بس انا هنا اضفت بعد اللي موجود عندي خليها بس العادية مش تمام آآ وبعد كده اقولت له تمام دي اللايبيري اللي هي الخاصة وبعد كده روح تيكاتب الكود بتاعي اهو تمام يبقى انا بس اللي اضفته في الكود دوت عن الكود التاني اللي انا اضفت بس تمام ولو عايز اخليها مفيش مشكلة تمام يعني ممكن نرجع تاني كده في اللي كنا عاملينه اضمن برضو عشان نبقى ضمنين اللي الايه هتشتغل عندنا طيب هنا زي ما قلت انا ايه اعملت انستوليش انا هو عايزين نبدأ نعمل ران للكود وهنشوف الكود هنا بياخد وقت تقريبا قد ايه ونشوف الحالة التانية بياخد وقت قد ايه طيب خلينا ده برضو نعمل نعمل ران للامر الاولاني انا طبعا ممكن اخليه يحسب الطايم في كل واحد بس يعني انا قلت يعني ايه نشوف الموضوع بمثال سريع ونفهم الفكرة ماشي ازاي طبعا هيظهر قدامنا اللي في كود منهم هيتنفس بشكل اسرع من التاني يعني وطبعا ممكن ان شاء الله يكون في امثلة تانية نبدأ نوضح فيها المزايا بتاعة اه اللي بيري دي طبعا ان جربت عليها اكتر مثال وصراحة اداءها كويس جدا هي بس المشكلة اللي فيها النتائج او اللي وصلت فيها اه من اللي بيري دي اقل من اللي انا حصلتو عليها من اه او من زي يعني هي نتائجها على اللي انا شفتو على بعض اللي انا جربتها كانت اقل من اللي موجودة في لكن موجود فيها مكانيات كويسة جدا يعني تمام يعني هتطلع لك او هتطلع لك كتير جدا اي انت محتاجه تقريبا هتلاقيه موجود واي رسمة تقريبا انت عوز ترسمها هتلاقيها متاح اللي انت تطلعها من البرنامج بمتهى البساطة يعني او من الاداة بتاعتك بمنتهى البساطة طيب هنشوف بس ايه اللي موجودة عندنا طيب نرجع على الامر تاني كده ممكن اكون انا غيرت في حاجة طيب نرجع للكود التاني ها انا هعمل ران للكود دوت ونشوف الدنيا هتمشي معي ازاي طبعا هو يطول شوية يعني طبعا هو الاول بيعرض لكده بعض الروز كده او بعض من البيانات مسلا جاب لك روز يرو واحد لحد اربعة وهتلاقي موجود عندك الاسامة بتاعت الكولومز والكلاس او التارجت بتاعك والقيم بتاعته ايه تمام بعد كده بتلاقيه اعمل لك كده كزا وكزا احنا طبعا قلنا احنا شغالين بقى مع السيرفر بتاعه هنا هتلاقيه مديك كل التفاصيل اللي بتعرفك ايه التجربة اللي هو هيعملها تمام فمسلا هنا كتب لك يعني انت شغال شغال يعني انت بتاخد نفس العدد من البيانات من كل آآ موجود عندك انت شغال عشرة طبعا لو عايز تغير الرقم ده تقدر كل اللي موجود عندك دي تقدر تغير فيه تمام طيب وهكزا تمام وبعد كده بيجي تحت كده بيبدأ بقى يجيب لك الموديلز اللي موجودة عندك تمام او النماذج اللي هتبقى موجودة عندك الكل نموذج ويجي يجيب لك القيم تمام وتحت كده هتلاقيه جيب لك تمام وتقدر تعرض اي رسمة من الرسمات اللي انت عايزة طبعا هو الفجر اللي واحدة هتتقول لك تحت ده على افضل موديل انت افضل موديل مسلا كان بنسبة لك اللي هو رقم واحد ده اللي كان ميديك سبعة وسبعين في المية فهو رسم لك زي كده الافضل كان موجود عندك طيب كل الحاجات اللي موجودة عندك دي انت ممكن تعرضه بدون اي مشاكل تمام يعني مسلا عايز هدوس لكم ينزل تحت تاني كده هتلاقي اعرض لكم طبعا بتاعت افضل نموذج اللي هو آآ يعني تمام طيب انا مش عايز دي انا انا محتاج مسلا تمام هتلاقي اعرض لي الرسمة بتاعت اه لا انا مش عايز انا محتاج ايه مسلا اه مش كان فيه تريننج تقريبا تمام ادي كل ده انا مكتبتش اكوات انا بضغط بس كده وهو بيبدأ يرسم لي الرسومات بشكل متميز جدا يعني بدون اي مشاكل يعني تمام طبعا انا عايز الرسمة الخاصة تمام وهكذا بقى اي فجر انت عايزه اي تفاصيل انت عايزها هتلاقي بضغط زر كده بسيطة اعرض لك كل حاجة انت عايزه تمام طيب هنا دلوقتي انا شغلت الكود بتاعي اهو تمام وزي ما قلنا شغلنا السطر الاولاني اللي كان موجود عندنا وتعال وشغلنا السطر التاني اللي هو بنستول سايكت ليرن انتل ونفس الكود بقى بتاعنا ما غيرتش فيه اي حاجة تمام انا زي ما قلت كده انا السطر الفادة ضيفت بس يعني كل اللي انا ضفته في الكود ده عن اللي فات هو السطر ده بس تمام وباقي الكود سيبته زي ما هو هنعمل للكود بتاعنا طبعا هتلاقي الموديل بتتنفس بشكل سريع جدا عن المرة اللي فاتت احنا طبعا المرة فات قعدنا نتكلم نعلق فوق فما اخدناش بالنا الموديل زي خادت قد ايه في التنفيذ بعتزر على الحكاية دي يعني بس انتم ان شاء الله لو شفتوها هتلاحزوا لفيه فرق جدا في السرعة يعني تمام موضوع هنا هتلاقيه بيخلص بشكل سريع جدا تمام خلص لنا النمازج بتاعتنا حتى طلع هنا مسلا رداننا تمانية وسبعين في المية ومرة الفات كان اعلى حاجة كانت وصل لنا كان كان الادا بوست كان في المية هنا كان سبع وسبعين وتمانية وعشرين من مية هنا طلع معنا حتى كمان القيمة بتاعته اعلى تمانية وسبعين في المية طبعا لو كان عندنا كم بيانات اكبر وتوتلاحظوا فرق الصرعة بشكل كبير جدا يعني انا طبعا مهتم بموضوع اللي انا نفس شغل الماشين ليرنج بشكل سريع لاني طبعا في بعض الاوقات بتبقى شغل مسلا مع بيانات زي ولا حاجة وطبعا دي هم تيجي تعمل لها بأي تكنيك بتلاقي كم البيانات اللي موجودة عندك اللي انت عايز تدخلها المشين ليرنج مودل كم كبير جدا يعني احنا في الغالب بنبقى متعودين اللي انا مسلا بدخل عشرة عشرين مية اتريبيوت مسلا للمشين ليرنج لكن في حالة زي ما ايه مسلا ولا حاجة بعدها بتعمل لها بتلاقي البيانات بتاعتك مسلا او اه عدد سريع انت عايز تدخلها المشين ليرنج تتكلم بقى ستتاشر الف عشرين الف آآ مية مية الف ممكن توصل لحد مليون مسلا تمام بتخيل مليون قيمة انت عايز تدخلها فطبعا حاجات زي كده وقت ما تيجي تعمل او تطبع على نمازج مسلا ولا حاجة وتعمل حالات زي اللي موجودة قدامنا دي مسلا بتشتغل عربعتاشر نموذج ولا كده بتلاقي بقى النمازج بتاعتك دي ممكن تاخد معك ايام عشان تضلع نتائج تمام فطبعا ما يبقى عندك اداة بتنفذ الكلام ده بشكل اسرع من العادي باربعين مرة فطبعا ده كفاءة كويسة جدا يعني تمام آآ فاذا ان احنا دلوقتي احنا عندنا اكتر من بديل يعني غير انت اشتغل على السي بيو العادي فلو استخدمت اللايبيري بتاعت دي صرعت لك الموضوع طبعا لو انت مش عايز تستخدمها مع برضو هتلاقي فيه تعديل بسيط في الكود بتاعك وهتلاقي الدنيا شغالة بشكل كويس ممكن ان شاء الله نبقى نعمل عليها فيديو يعني تمام آآ برضو زي ما قلنا من الحاجات الجميلة في اللايبيري دي اللي هي بتدعم الجي بيو تمام طبعا هنشوف ان شاء الله في رقاء قادم فيديو ونشوف موضوع دعم الجي بيو ده او النمازج اللي بتدعم الجي بيو بتشوف برضو فرق السرعة ما بين انت تكون شغالة على السي بيو او اللي انت تستخدم موضوع آآ يوز جي بيو اللي احنا بنقول عليه طبعا احنا قلنا يا بتشتغلش مع كل النمازج بس حتى آآ مجرد اللي هي بتشتغل مع بعض النمازج ده بيفرق معاك جدا في السرعة وفي تنفيذ البرنامج يعني تمام هنكتفي بكده في الفيديو ده ان شاء الله وهحاول حطلكم تحت الفيديو آآ الروابط بتاعت الريفرنس اللي موجودة عندنا بحيس لو عايزين ترجعوا لأي حاجة منها ان شاء الله هتمنى اللقاء يكون مفيد وانا اكتفي بكده ان شاء الله ونشوفكم في اللقاء القادم والسلام عليكم ورحمة الله